الحديث ده أيضاً أعتقد أنه ينبغي أن يكون من الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام النصيحة قيمة من القيم العظيمة إن أديت بشروطها وآدابها يعني ما كل واحد يقوله أنا بنصح أنا بنصح لله لكن ليس كل من نصح نصح بل هناك من إذا أراد أن ينصح فضح يعني هناك فرق بين النصيحة والفضيحة في إنسان بينصح وهو أب شفيق رفيق إنسان بينصح وهو يعني لا يريد الاستعلاء ولا يريد أن يشير إلى نفسه بأنه ناصح أو أنه عالم أو أنه فقير أو أنه أدرك ما لم يدري غيره كلام ده ما ينفعش النصيحة زي الشيخ أبو الفيلد كده ما قال في إهيازته الطريقية قالت عبارة جميلة بيقول يعني إن الطريقة بتاعتنا دي من أركانها التماس المعاذر لسائر الخلق التماس المعاذر لسائر الخلق على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف طوائفهم وأطيافهم المعنى يكتب ألف من لم يسلم عليك مثلا أو سلمت أنت عليه فلم يردت تعتذر أنت عنه بأنه لم يسمعك أو بأنه كان مجعولا بال وقس على ذلك واستحذر قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على الصلاة المستقيم فإذا كان الحق على الصلاة المستقيم حال كونه آخذا بناصية كل أحد فما ثم بهذا الاعتبار إلا الصلاة المستقيم وإذا يعطينا إيه قال لك وهذا يعطيك أنك إذا أردت أن تنصح ينبغي أن تنصح وأنت أب بلسان الشرق تنصح بلسان الشرق وأنت أب شفيق ورفيق مش دفع في الصدور مش تسفيه للأحلام مش سبه تعريض وجرح وإهانة لا كلام ده ما يمشيش أبدا مع ما ورثناه من هذا الموضوث العظيم اللي هو إيه وإنك لعلى خلق عظيم الأخلاق المحمدية الأخلاق النبوية التي جعلها الله معيارا للقبول والرد وجعلها معيار للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته فيما أخرجه الإمام مسلم وابن حبان في صحيحيهما وكذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي ثعلبة الخشني إن أحبكم إلي وأقربكم مني محاسلكم أخلاقا وإن أبغركم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثوثارون المتفيهقون المتشدقون للأخلاق يعني لما تيجي تنصح لأن النصيحة مأحوزة من قولك نصحت العسل أنتو عارفين العسل النحل لما بيجمعوه من الخلاق بتاعته ويبخروه وينقوه يصفوه من الايه من الشوائب ده اسمه نصحت العسل يعني صفيته من الشوائب أو من قولك نصحت الثوبة استعبال عربي نصحت الثوبة أي أصلحت منه ما به من خرق ومنه المنصحة في اللغة العربية بمعنى الإبرة نخيط يعني تعرفين الإبرة في اللغة اسمها من صحة أنا صحت الثوبة بمعنى ومش بمعنى أنني قمت بحياكة الثوب أو بخياطته لا أصلحت ما فيه من فساد أو من خرق إذن النصيحة إصلاح فما ينبغي أن تكون بوسيلة غير صحيحة أو وسيلة تنفر في نسبة تنفر إذا نصح ينفر زي ما يكلم في القرآن واحد يتناول نص قرآني فلما تسمع تفسير لهذا النص يوحشك يخليك تنقبض وآخر لو تناول هذا النص نفسه بتفسيره وبفهمه وبعقله يدهشك ففيه فرق بين من يوحشك وبين من يدهشك والآية واحدة والنص واحد ولكن هذا أعطاه الله البصيرة ولا ربنا والعزو الحرم من البصيرة فلذلك لا يدري ما يقول فالنص لأي هؤلاء ينفرون الناس وإحنا لو وضعنا في الميزان نضع في الميزان التكفير والتبصير أيهما أودا إنت المفروض تختار إيه منهم إنك تكفر واحد ولا تبصره هتاخد أجر على أي الأمرين هتاخد أجر على التكفير ولا التبصير على التبصير بس يكون بالحسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي فالآية بذكر هذه المواضع تعطينا أن الذي تجادله إما أن يكون عالما فليكن جدالك معه بالحكمة أي بالدليل والموعظة الحسنة لعمة الناس والجدال للخصم الذي يناقشك في مثاله حتى الخصم قالوا جادلهم بالتي هي أحسن ما قالتش جادلهم بالحسنة بل قالوا بالتي هي أحسن بالتي هي إيه؟ أحسن ده هذا الأسلوب هو ما يتفق مع سمو الرسالة المحمدية رسالة المحمدية هذه عظيمة تحمدوا ربنا إن ربنا هداكم للإسلام وهدانا للإسلام وجعلنا مسلمين من غير حول مننا ولا قوة لا حول ولا قوة هو الذي خلقنا وأوجدنا من عدم وأمدنا من عدن وترأنا في خير أمة الأخرية للناس وجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من غير أن تكون لنا مشهورة ومن غير أن يكون لنا الرأي ومن غير أن يكون لنا اختيار بل الفضل يعود إليه ابتداء وانتهاء فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يبقى هنا النصيحة لازم تكون إيه؟ باللين بالرفق بالإحسان حتى إخوانا زي ما قلت كده في كتاب الفلقان في كتاب الفلقان قلت كده من ضمن المباحف فيه بين نسبتي القولة والكلام في القرآن قلت إن شوف القرآن بيقولنا إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا أنا قلت القول أساساً وده مبنى الرسالة نفسها الرسالة نفسها مبنية على إيه؟ على الفرق بين النسبة القولية في القرآن والنسبة الكلامية فالنسبة القولية القول عند العرب ووضع للحكاية أنا بحكي ووضع للحكاية قالوا لكن الكلام في القرآن ليه بيوضف إلى الله؟ لأنه كلامه فعلاً لأنه متضمن أو فيه مضامين لكلام الله القديم لكنه في نفس الوقت ما نقدرش يقول إن القرآن دم من حيث لفظه هو قول الله من حيث لفظه من اللي بلغه؟ النبي فلذلك قال إنه لقول رسول كريم خلاص؟ لكنه في نفس الوقت هو كلام الله فالقول موضوع للحكاية قول موضوع للحكاية فإنما يقولوا إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة هل المقصود من القول هنا قالوا الحكاية اللفظية أم لا الحكاية الفعلية؟ الفعلية لأن الحكاية القولية لا تتناسب مع سمو الخطاب في القرآن أنت لو قلت الواحد جاهل عليك سلاماً باللظ لو قلت له سلاماً لأثرت بذلك حفيظته لأنه يفهم أنك تعرض بجاهله لأن الآبط وإذا خطبهم من؟ الجاهلون فأنت لما تقوله سلاماً بالكلام كده يفهم أنك بتقوله أنت جاهل تبقى أنت عملت إيه؟ ولا حاك أنت زدته حنقاً وغيظاً يبقى قالوا سلاماً بمعنى إيه؟ مروا بسلام لأن العرب كانوا يستعملوا القول مش بس في الحكاية اللفظية بل كانوا يستعملوا القول في الحكاية الفعلية فيقول لك إيه؟ قال بيده هكذا قال بثوبه فرفعه قال بالمائل فصبه قال بالباب فأوصده قال بالعصى فضرب بها يعني بحكاية فعلية يبقى وإذا خطرهم جاهلون وقالوا سلاماً أي مروا بإيه؟ بسلاماً وده مأخوذ من باب الحاق النظير بالنظير بقوله تعالى وإذا مروا باللغو نفس الكلام قلته في تفسير الآية والتي والله لم أجد أحداً من المفسرين قالها ولا التفت إليها الآية اللي في صوت النساء لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم أنا شفت ناس طلعين على القنوات في أيام الثورة في بدايتها بيجتموا فينا ويجتموا في الجماعة في المسلمين وقولك إحنا لنا رخصة اللي إحنا نسيب لأن ربنا قال إلا ما نظلم فإحنا يبقى لنا إن إحنا نسيب خدوها منين وما فكروا إلا من ظلم استثناء من الجهر بالسوء استثناء من الجهر بالإيه لكن هو في الحقيقة استثناء من القيد والقيد هو الجهر والمجرور طب ما كان ربنا آذر آذر يقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم إنما لي قال من القول بعد الجهر طب ما القول هو الجهر زي ما عرفه العلماء لغة آلوا القول هو كل لذ مثل به اللسان مثل أي نطق به اللسان طب ما دام القول هو الجهر إيه نسبق يقول من القول ما هذا في البداية يحب الله الجهر بالسوء لكن لما قال من القول دل ذلك إلا من ظلم يعني أنت لما تقع عليك مظلمة وتروح تتظلم هتتظلم لمن الولي الأمر أو من بيده سلطة التنفيذ سلطة التنفيذ هتروح تستكيله يبقى من القول أي من القول الموضوع للحكاية عند رفع الشكاية حالة التظلم يبقى أنت هتروح للراجل اللي هو ولي الأمر ده وتقول له ده شتمني وقال لي يا كذا يا كذا فأنت جهرت بالسوء لكن من القول الموضوع للحكاية مش أنت بتشتمل شتمك مش المعنى أنك بتشتمل شتمك خلي بالكم يبقى النقطة هنا في قوله من القول عشان ما يجيش واحد يقول لنا القرآن فيه كلام كده مالوش لازم يعني كان ممكن تتحزف لأن بيعتبروها ركاكة زي ما قلت في قوليه تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها لذا لم يسخطون فممكن واحد يقول لي طيب وهو وليه كرر طيب ليه ما يقولش إن أعطوا منها رضو وإن منعوا لا ده ربنا عوز يفهمنا إن منع النبي مش منها عدم عطاءه مش منها لأنه لم يكن منعا لرفده مضلقا زي ما ربنا ما يدي لكش مخلبك يبقى ما سموش إنه منعك يبقى هنا فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها مالش وإن منعوا تحاشيا من أن يصف النبي بالمنع فالنبي ما بيمنعش فضله ولا يمنع رفده أبدا ولا يمنع خيره وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه يسخطون هكذا تعلمنا من القرآن ومن أسلوب القرآن إن الإنسان يجب أن يرقى بخطابه كما رأينا خطاب القرآن شوفوا الغقي في خطاب القرآن يعلمنا إزاي نتخاطب ونتعامل مع بعضينا ومن يجرحش بعض هذا كله يندرج تحت النصيحة وإذا كانت النصيحة لله فينبغي أن تنتزم بخطاب القرآن ولرسوله فينبغي أن تنتزم بأدب رسول الله ولأئمة المسلمين ينبغي أن تسوك بسلكهم وعلمتهم لابد أن تخاطبهم بما يعقلون خلاص